ثلاثة ربع لعيبة قوية جدا. اه. النهاردة مع احترامي الكامل لأعمد متعب في الحتة اللي قدام. هو اعمد لوحده. اعمد في الحتة دي واحمد عبدالزاهر برضو مش يعني احمد عبدالزاهر مش مش مقنع بالنسبة لل. صراح الدين سعيد. للجماهير. وانا معرفش صراح الدين سعيد ده جابه منين. انا مش فاهم. اه مش فاهم. اه مش فاهم. ده ليه مطشل مراجب ما مكسب. يا يا كابتن حازم احنا. لا انا بكلمك على. يعني احمد عبدالزاهر لعب كويس. لعب كويس جدا. احمد عبدالزاهر كان بلعب في امبي وكان مع احمد رؤوف عاملين شكل كويس جدا. وكانوا هدفين من هدفين الدوري الموجودين. اه. بس احمد لغاية هذه اللحظة مفيش بصمة قوية في الحتة دي مع النادي الاهلي. اه. زمان كنا نقول مثلا حسام حسن وفليكس. اه. فيلافيو ومتعب. اه. بركات وابوتريكا. اه. النهاردة كابتن حازم علشان النادي الاهلي. اه. مالوش يعني فرود. سابت. يقدر الناس تسند عليه. يبقى فيه احتماد اه. اه. قوي بشكل قوي. على ان هو يبقى الهداف بتاع الفرقة. اه. النهاردة فيه ثلاثة اربعة افارقة انا معرفهمش يعني يعني يعني. فيه اللعيب اللعيب اللي. معرفش اشكالهم. اللعيب اللي هو جابوه في. ولا اعرف اه. اه. ده مصاب يا كابتن عنده هو صليبي يعني. لأ ما قالك لأ ما عندهش صليبي. اه كابتن انا قابلته ده عاد تتكلم معاه بالالماني. طب كويس. كان معرفش امامته المانية وبتاعه. وبرازيلي وبتاعه. اه. اقول ولد يعيني ده حتى هو راكب في التاكسي اه اه اتصاب. يعني 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 هو غير محصوص. اه والله. اه. يعني انا في يوم اقعد مع كابتن علاء. ده عالك بالالماني دي قالك بالالماني. لا اقعد في يوم مع كابتن علاء في مكان اه كنا عند الكابتن شوبير. فجالوا تريفون اه اه اتصاب هو نازم التاكسي اه. فهو واضح انه هو مش المحظوظ مع النادي اه في الفترة اللي هو موجود فيها. فالنادي الان.